الهايكينج يعني الهايكينج خلنا نقول انها هبة احي قديمة من زمان لكن بيننا وبين الناس والناس اللي قاعدت سمعنا الهايكينج هذه هبة وش يعني هايكينج بالضبط طبعا الهايكينج احنا في بداياتنا عرفناها بكيفنا يعني حسب طبيعتنا وحسب مكانياتنا لان ما في مرجعياتنا للأسف صاحب صاحب عرفنا على انها المشي في الجبال يعني صعود ونزول أرقى الجبال هذا هايكينج في المرتفعات في الأودية في الشعاب في الجبال بمسافات يعني تكاد تكون طويلة يعني أكثر فهذا تكحة تعريف لها وهي في الأساس وش رياضة هايكينج أولت شرح لرياضة الهايكينج يعني بشكل محترف غير اللي قاعدين نشوف بنعرف الفرق بينها وبين اللي نشوفها طبعا الرياضة الهايكينج هي رياضة تحمل قوية جدا يمارسها المحترف بتخطيط مسبك وبتأهيل مسبك رياضيا يعني لا تفاجأ عضلاتك وجسمك بهذا الرياضة يجب عليك أنك يعني تمارس مشي طويل تمارس تمارين استطالة تمارين تقوي على العضلات العمامية والخلفية يعني لها يعني أدوات أو خير نقول احتياجات لا نبد أنك تنفذها قبل لتمارسها يعني بقوة أما ما نشاهد يعني فهي ممارسات ترفيهية أكثر طيب احنا نقول هل هي رياضة ترفيهية ولا رياضة تحمل ولا رياضة تنافسية يعني ما هي بسباقي مثلا نقول والله هي ليست رياضة تنافسية أبدا هي رياضة مجتمعية يمارسها الكثير والجميع يمارسها الكبار والصغار والنساء رجال أطفال بمسافات أو خلنا نقول بقروبات مختلفة هناك محترفين في هناك ممارسين للترفيه في ممارسين الريحلات السياحية يعني تقدر تصنفها حسب الوضع اللي موجود طيب هل لها اشتراطات معينة مثلا ظروف معينة مسارات معينة يعني أكيد أنه في أنواع كثير من أنواع الهايكينج أكيد بالنسبة للهايكينج أولا يجب عليك أنك لا تطلع هايكينج إلا في مجموعة لا تقلع عن ثلاثة أشخاص السلامة طبعا لا بد أنها تكون أولا لكل شخص إذا كان هناك مؤسسة أو مرشد فيجب على المؤسسة هذه أو المرشد أنها تحتاط لكل وسائل السلامة يعني من تخطيط مسبق من حساب للمسار هذا صعوبته درجة صعوبته كمية المياه اللي يحتاجها لا يظهر يعني يكون الوقت في النهار وليس في الليل يكون عنده وقت كافي يقطع المسافة هذه قبل الغروب فيها أشياء كثير لابد من يعني هي رياضة نهارية بالضبط وفي منها أنواعي مثلا عندنا هنا في الرياض يختلف عن مثلا مناطق الجنوبية مناطق الشمال مثلا إذا قلنا مثلا العلا وما العلا والمناطق هذه تختلف التضاريس والجغرافيتها المسار هو يحتم عليك كيف تحتاج بالضبط؟ كم قوة هذا المسار؟ ومين يمشي في هذا المسار؟ أحيانا نوقف بعض الناس ما يظهر في بعض المرتفعات ليش؟ لأنها صعبة قد ينزلك لا يكتلك ممكن تكون ضعيفة ممكن يكون عندها سكر يكون عندها ضغط يكون عندها أشياء تعيقها عن الصعود طيب في بعض الرحلات الترفيهية يعني في رحلات ترفيهية تحديدا الآن وقت ما الجو صاير بارد والجو صاير كويس صحيح في رحلات ترفيهية من ضمنها التخيم وما التخيم ويضعون جزء منها للهايكينج يعني لو إن شاء الله لو 500 متر خلينا نقول في الهبة اللي صبيتها بضعط يعني هي هبة أنه ود الناس يمارسون هايكينج ولكنها أحيانا تتحول إلى رحلة سياحية أكثر يعني يكاد يكون هايكينج فيها نسبة ضعيفة جدا ولكن هذا احتياج الناس يعني أنت في الويكند ودك ترتاح ودك تتمشى فما ودك تريك نفسك أيضا ودك تجرب حتى لو 500 متر مثلا ثم تجلس وتخيم وتمارس حياتك ود باقي يوم نعم ولكنها لا تصنف يعني هايكينج